حدث في المهرة يعيد الأمور مجددا إلى واجهة الأحداث مقتل خمسة جنود وإصابة آخر في كمين استهدف رتلا عسكريا على الطريق الرابط بين مديريتي حات والشحن المعلومات الواردة تقول إن القوة العسكرية التي استهدفت مكونة من جنود سعوديين ويمنيين وقد كانوا في طريقهم إلى منفذ الشحن الحدودي مع سلطنة عمان يأتي هذا الحدث بعد تطورات شهدتها المهرة خلال الأيام الماضية كانت نتائجها حدوث اشتباكات عسكرية بين القبائل والقوات السعودية تبعه تغيير محافظ المحافظة راجع باكريت وتعيين محمد علي ياسر لجنة الاعتصام نفت علاقتها بما حدث وفي بيانها عبرت عن قلقها البالغ جراء هذا التصعيد الخطير معتبرة إياهم فلاة أمنيا ومحاولة للدفع بالمحافظة إلى مربع الفوضى لكن لجنة الاعتصام استغلت هذا الحادث لتؤكد على أن المهرة تدفع ثمن فشل القبول بمطالب النضال السلمي فقد قالت إن ما جرى هو نتاج الممارسات والتصرفات التي أجهضت بها روح الدولة والنظام واستبدلتها بالخارجين عن القانون محملة المحافظ السابق راجع باكريت المسئولية عامان من الاحتجاجات السلمية المطالبة بتغيير باكريت ومغادرة القوات السعودية لم تدفع المشهد قدما لتغيير المحافظ إلا بعد أن تحولت الشعارات إلى مواجهات عسكرية وكماء الاستماتة السعودية على البقاء في المهرة والسيطرة على منافذها يدفع الأمور إلى المزيد من التوتر قد يصل إلى موراء الحدود وتحديدا مع الجانب العماني الذي يرى في المهرة خطا مهما في أمنه الاستراتيجي تبقى الحكومة الشرعية هي الغائب الأبرز عما يدور في المهرة وعن الترتيبات الإقليمية والصراعات المفتوحة على أبواب العنف حادثة اليوم تعد لاختبار الأول أمام المحافظ الجديد محمد علي ياسر فهل سيكون تعيينه بداية لحل أزمة المهرة؟ أم أن الوضع أكبر من قدرة المحافظ على احتوائه؟